كنت في المدينة كانت سنة طوبيس كل مرة يأتي واحد سخ ساخت وكان نهار سخون الحرارة واللحظة جاءت عندي واحد السيداء معتبارة السيداء زيناء طبارك الله قلداء وفتحها يبقى تسوي النيل وليدات كديرا شنو الأمور ديالك بقينا كنت عاودة أنا وياها أمور عادية سؤال جواب سؤال جواب واحد اللحظة وننسو لها قلت لها أنت عندك بعد الوليدات كانت زوجتيالك كاريا ساكنة قلت لها أنا كاريا والكراعالي هنا بالنسبة للوليدات قلت لها علش قلت لها معطانيش لله وربيت ابنت خطي ابنت خطي كبرات وزوجتها في الطالية قلت لها ولدت الوليدات قلت لها الحمد لله من زوجتيها وكبرتها بقي الخير قلت لها قلت لها لا قلت لها قلت لها قلت لها قلت لها لها وخير في الله وصكتناه وكبرت لها وراجل كاين من الرجل بقي بالزوجتيالك قلت لها قلت لها ما نقول لك زوجتيالي كاين ولا يضروا بي الخود أنا أول مرة ما كان عرفه العائلة ومالك نسبة في الزوج زوجوني بيه في نباخير شو بقى وضروا بيه بتشعوين لكشة دياله من السحر تتفرقنا جيت هنا قلت له هواء ده بالله يعودك وسكتهت عليا وهي تحن عليا قلت كنت سحبهش عا تقول لي انا عا تسوبونيش حين كنت كنت هدروع للوليدات على الخدماء على الدنيا على الأمورها قلت لي ايام وشكت عرفيش يا فقية حداكم قلت لي انا فقية فاجقتني بهد السؤال ديال فقية قلت لي ايام وشانا نقول لك ما كان عرفش فقية ما كان عرفوش فسكتت ومشت 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 من حدايا وهي ترجع قلت لي ااجي 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 الشريقة قلت لي انا هام قلت لي بغيت يفقية قلت لي اياه بغيت فقية اختياني يفركوني على الرجال بغيت فقية انا قلت لي ايام وش انت مستعدة تنسي عن هذه الفقية وتخسري الفلوس قلت لي اياه قلت لي اياه قلت لي اياه ويتبس لي راسي قلت لي ايام وعينها غرارة قلت لي اياه نعطيه الفلوس ونبشي عنده في مكان عوريني قلت ليه موجود هاد الفقية هاد الفقية هاد الفقية هاد بشي عنده ان شاء الله ما غادش ما غايكلفكش زي ما مصاري غايكلفك واحد الحاجة اللي غادتديريها وغادتسمعي لي اردت قدري تقولي هاد سيدة رحمقا ولا تبرصني بالهدرة هنطول عليك شوية ولكن غادتسمحي لي ايه نسمع ليك وسامحاليك مستعدة نسمع ليك انا غادتقاء عليك وغادتشوفان ان شاء الله ان شاء الله وهو غادجي اربع عاجة بالفراج فقد قدت مسكي نتبوس وقال لهم الحمد لله لهم قدت ليه فين فين كيه قدت هيك تسلي قدتي ليه ايه كنت سلي قدت ليها وقت صلي السبح قدت ليه السبح قدت ليه ولان جميع المره كان عسر عارفة مع ايه ومع الخدماء ومعها دي قدت ليه كنتسمعي ما قدت صلي يشكت ليه تقول لك اللي بغيت تسلي وتقضي شغلك تقضي هاد الغارض اللي انتباع عليك تطلبه واش تنوضي وتسلي قلت لي ها النوض تقدري تعمل البرتابل ديالك وتحاولي باش تواضبي تسلي يوميا وتقضي في ذاك الوقت اللي ديال الوقت ديال انا ما قلت لاش تولوت الاخر من الليل ولكن قصت في عطرير التولوت الاخر من الليل قلت لي ايه انتباع نعمر التليفون وانتباع ونصلي ايوا شنو اخر ندير قلت لي ها غتنوضي لابل الادان كي قد ندير الصبح مع الربع ونص قلت لي ها شنو ندير قلت لي ها غتنوضي بجو سواع قبل الوقت عتعمري الساقة ديالك بجو سواع مني غتنوضي توداعي صلي وحدش ركاعات قلت عارفي السوجود قالت لي ها شنو هيه كنت غيرerne مقارياش فاهمه مقارياش قالل ها شنوük ميك الركععك نحط رأسنا بالأرض ميك نسجده قالت لي ايه قلت لي راء انا صلي بدا قلت لان انا عرفتك انا عرفها قلت لي قلت لك يستعمي بجو ثلائة في كل كل الوقت قال llevarت لي ها ها ما لها سترجم نيغت ننطيف تلك الوقت و تسجدي و تحطي رأسك للأرض الساعة و تطلبي دك الشي اللي بقى بخاطرك و من بعد و تطلبي لبقى ربي يفرج عليك يجيب لك شرزك شي اي حاجة و تطلبيها من عند الله هو اللي يجيبها لك و تطلبيها لك و تطلبي هاد النهار تقدري دعا ديالك مهم تطلبي اليوم تطلبي غدات تقدري تطلبي هاد تحاول تستمر تستمر في ذاك الوقت ان ذاك الوقت رجل يكون الحق سبحانه و تعالى يجيل عند العباد دياله و تعرفي كل شي ايكون ناقص يا حبيبتي كل شي ايكون ناقص لك اللي يقضي نود و يلا مشي تقدر كرمك الله نوضي أنا كما أخبرك نوضي اربي رعمشتاك لكي يسمع صوتنا وخصوصا انتقل لك انسان اللي يكون متلهف ويطلب الله كنت قلت لها لما اسمع صوت ديالي واحد نهارتي يقول لها بغايت نسمع صوت ديالي لعب ديالي وغايت عاود يتسرى بالدعاء ديالي تطلبي يا ربي شنو بغايت يا قد قولي ما غا تعطي مليون ما غا تعطي جوج ما غا تدربي مسافة قلت لي ايها ليوا قلت لي هاو وش ربي قادر يعطي او لا ما قلت لي ايها لا لا قلت لي هاش ربي غايجيب لك غايجيب الفارج من عندو قلت لي الله يرحم لك الواليدي الله يرحم لك الواليدي باس لي يا راسي قلت لي انا رشتوجك باينا عليك انت شريفة بلا ما تدخلي في هاد الباب ديال لا قلت لي وش هادا هوا الفقه ديالنا هادار الله قلت لي اكتر من ذا الفقه اللي انت هترتي لي عليه وفقد تبوس لي يا راسي وتدعي معايا وقلت لي الله يرحم لك الواليدين قلت لي اجي نقول لك واحد المثال ديال واحد الانسان قلت لي هذا واحد العائلة اعطى مرض لهم واحد الشخص وانت هم الزوج ديال هم ش حد من العائلة ومرضه كانت الحالة ديالو خاطرة ادخله الواحد سباطر دخله قللهم الحالة ديالو راح قصد يدخل الاناش هتحطو عليه مثلا مليون جوج وطيدخلو الواحد الجاج كيسدو عليه السيد رامش 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 رام فيه الموت طبيب باش ما كيقولش رام فيه الموت كيدخلو ثم ما كيش دفليسات كيشدو عليه عمل الجاج واحد اللحظة كيجيو كيجيو هادك الإنسان كانو كيتسنوهو ما رغي يشوفونا كيجيو موارا ملأمان الدأمان صافي ما غاية طبيب ما عنده ما غاية دار ديكسات السيد مات يعني هماشنو دار شدو الفلوس وصافي يعني الموت مني كتجي رمك يحبساته واحد الرزاق تيجيبو الله رمك يشدو عليك تاشي واحد الفارج من عند الله كل شي من عند الله وصبحان الله وقتان عند ديك السيدة بالكلم ديالي ودعات معايا ومسكينها والله يفرج عليها وعلينا وعلى أمة سيدنا محمد وكل شي عند الله قريب بقيت لي ارى كل شي عند الله قريب وشنا قادر نديروا شي حاجة قتلي يا بش سح فقط تذكرت احنا كنغفلو على الناركينا شي حاجة كتر من الباشار شي حاجة شي قدرك عالية بقيت لي يا بش سح الله الله قتلي وشنا غنقدر نديروا شي حاجة نقدروا شي دو بيدنا شي حاجة هانتي كتغادة وتحت لم يكن لدينا ساعة وقتين يسكينا ويبقى تدعي معي ويبقى تكتب كيف الأخار وقالي يا الله يرحم لك الوالدين وتنطلبوا من الله تعالى يتوب علينا كاملين وطهر قلوبنا ويسمح لنا ويحفظنا ويحفظ وليدتنا ووليد الإسلام ولي عندو شغارات الخير اللي يقضيه ليه وامين اامين السلام اشتركوا في القناة